أهلا بكم مشاهدين الكرام ننوه إلى هذا الخبر العجل حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس تناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائية كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثية مع اليونان وباكتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمية هذا وضف المتحدث الرسمي أن الاتصال نقش التطورات الإقليمية وسبل تهديئة الأوضاع في المنطقة حيث أعاد السيد الرئيس تأكيد ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسؤولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان محذرا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية من جانبه ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة اشتركوا في القناة